محافظة ذيقار التي قدمت العديد من الشهداء والجرحى والمخطوفين منذ انطلاق ثورة تشرين ما زالت تنتظر إن زال القصاص العادل بالمجرمين الذين سفكوا الدماء البرئة اليأس من الوعود الحكومية لم يعد مقتصرا على الشارع الذيقاري بل انتقل إلى عدد من المسؤولين وأولهم مستشار محافظ ذيقار لشؤون الشهداء والجرحى علي مهد عجيل الذي قدم استقالته من منصبه احتجاجا على لقاء محافظ ذيقار أحمد غني الخفاجي رئيس الوزراء السابق عدل عبد المهدي الذي يعتبره المتظاهرون المسؤول الأول عدل مجازر التي حصلت أثناء توليه رئاسة الحكومة بعد اللقاء الأخير مع من ولغت يده بالدماء ابناء الناصر وابناء العراق من شهداء وجرحى تشرين الأبطال وجدنا اللقاء معه وكان اللقاء حميمي جدا وجدنا أن هناك خلل في هذه الحكومة لذا قررنا الاستقال من العمل في هذه الحكومة والعودة إلى عملنا الميداني في الشارع وأنا ابن الناصر لم يقتصر الأمر على مستشار المحافظ بل تبعه معاون محافظ ذيقار لشؤون المتابعة عباس جابر الخزاعي الذي استقاله والآخر احتجاجا على مصافحة المحافظ لعادل عبد المهدي مع دفع ناشطين إلى المطالبة بإقالة المحافظ فورا طالب إقالة المحافظ وتقديم استقالة قبل أن نقالتها إذا كانت كنوك جاء سياسة دعم المحافظ جاء السياسة اللي دعم المحافظ فانتهت ورقتهم في ساعة الحبوبي وقد أعذر من أنذر وأننا قد ماضون بإقالة المحافظ ذيقار وأننا لا مكان للذين يصابحون مع قتلة أخوتنا المتضارين ندين ونستنكر اللقاء اللي قام به محافظ ذيقار أحمد غني الخفاجي بالمجرم عادل عبد المهدي هذا يدل على شيء يدل على أنه هاي الحكومة اللي سمت روحها انبذقت من تشرين هي عميلة ومتخاذلة مع القتلة ومع الأحزاب ورسالة لكل من باني آمال على الانتخابات راح تغير فهاي رسالة واضحة يعني من بدايتها أحمد غني الخفاجي اللي انت وجهي لعملة واحدة اليوم انت تلتقي بعادل عبد المهدي ما حسيتم مشاعر عوالي الشهداء احنا مطين 130 شهيد في محاول ذيقار قمع بقتل المتظاهرين جسل الزيتون واختطاف الناشطين والعبوات الناصفة بزمن عادل عبد المهدي هو المسؤول وهو السفاع وهو القاتل اليوم شون تلتقي بي ويتهم متظاهر تشرين ومنظمات حقوقية عبد المهدي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري وقتل أكثر من ألف متظاهر وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين خلال قمع التظاهرات التشرين التي انطلقت عام 2019 والتي طالبت بالقضاء على الفساد وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية ترجمة نانسي قنقر